اشهد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بمسار التعاون الوثيق البحريني التايلندي وكذا سموه على حرص حكومتي البلدين على استمرار التعاون البناء بينهما واثنى سموه على سبل تعزيزه وتنميته من خلال ما يبدله الجانبان لتطوير العلاقات وتكريس التعاون ممتدحا سموه الفهم المشترك والاصرار على تطوير والتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية المشتركة وتشجيع الاستثمارات ووصف سموه العلاقات البحرينية التايلندية بانها متميزة ومتينة وتعد نموذجا للصداقة المتميزة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الاكذبية صباح اليوم مع السيد دون برامود ويناي وزير خارجية مملكة تايلند الصديقة والوفد المرافق حيث رحب سموه بهذه الزيارة مؤكدا سموه أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمجالات الكفيلة بدعمها وتطويرها على الصعود المختلفة كما استعرض سموه مع وزير الخارجية التايلندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتم التأكيد خلال المقابلة على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند على مختلف المستويات وقد أكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء ومعالي وزير خارجية مملكة تايلند حرص البلدين على المضي قدما في تنمية آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة وأكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء الحرص على تطويع مقاومات التعاون في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما خاصة وأن هناك العديد من المجالات الواعدة التي من الممكن أن تدعم منظومة التعاون البحريني التايلندي وتحقق تطلعات البلدين التنموية وعرب سموه عن تقدير مملكة البحرين للدور الذي تقوم به الجالية التايلندية وإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة القطاعات مؤكدا سموه أن الجالية التايلندية في المملكة تحظى بكل رعاية والاهتمام من جانب الحكومة وأشهد سموه بما تشهده مملكة تايلند من تقدم وتطور حضاري في كافة المجالات ودورها كعضو فاعل في رابطة دول الأسيان والتي تحظى بثقل سياسي واقتصادي كبير ودور متنام على الصعيد العالمي من جانبه أعرب وزير الخارجية التايلندي عن تقدير بلاده لكل ما يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من جهود من أجل توطيد العلاقات القوية والوثيقة بين البلدين مشيدا بإسهام سموه الكبير ودوره الفاعل في وضع لبنات وإرساء دعائم التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين نقيلا إلى سموه تقدير واحترام رئيس وزراء مملكة تايلند هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن زلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مأدبة غداء تكريما لمعالي سيد دون برامودوين ناي وزير خارجية مملكة تايلند الصديقة والوفد المرافق حضرها عدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من المسؤولين بالمملكة